فنون الإنشاد والإبتهال هي فنون مصرية أصيلة بتضرب بجزرها في التاريخ ومن مصر في أسماء كبيرة أوي زي نقشبنزي والكحلاوي مؤخرا بقنا بنشوف كمان اهتمام من الشباب وكمان في فتيات بفنون الإنشاد والإبتهال منهم معنا النهار ده أمينة محمد الشهيرة بأمينة الزينبية برحب لكي نورتينة صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا أمينة صباح الخير وسلامت طيبين نوركم سلامت طيبون أمينة يعني في البداية أنت بنت وصغيرة في السن بان عليك ويعني الحالة دي كلها جديدة علينا فحبين نعرف بداياتك إزاي حبيت أنك تبتدي في الفنون الإنشاد والإبتهال أولا أنا يعني بدأت في الإنشاد الديني حبا في رسولي الله صلى الله عليه وسلم ثانيا كان سبب تسمية أمينة الزينبية أن أنا أول ما بدأت كنت بتردد كثير جدا عند سيدة زينب وأول ما بدأت بدأت هناك عند حضر سيدة زينب من هنا كانت الانطلاقة يعني أن أنا بدأت أنشد وبدأت ألاقي تفاعل من الناس هناك في السيدة زينب من هنا بدأت أن أنا حاول أن أنا لقيت نفسي فعلا أن صوتي جميل ولازم أن يطلع للنور بدأت أن أنا أعمل صفحة ويظهر للناس طبعا في البداية كنت موهبة بعد كده حاولت أن أنا أثق الموهبة تزيب التعلم فدرست طبعا دخلت مدرسة إنشاد الديني دحت قيادة الشيخ محمود التهامي ودرست مع الشيخ طالس قندراني والميستر مصطفى النجدي وقبل ما أروح المدرسة كنت درست ثلاث سنوات مع أستاذ محمد ياسين المرعاش للسوري طبعا ده كله يعني أعطاني خبرة كبيرة جدا بجانب موهبتي يعني الحمد لله أنت أول ما بدأت قلت رحت بمسجد سيدة زينب قبليها بقى مين اكتشف موهبتك مين قالك نصوتك حلو لأ هو أنا هناك اكتشفت موهبتي هناك وبدأت على طول كده آه يعني أنا حبا في سيدنا النبي وفي سيدنا زينب بدأت أول ما بدأت بدأت قلت أنشودها لحضرة سيدة زينب وأنا قاعدة كده يعني في لحظة تجلي قاعدة مع حضرتها كده يا سلام بقى على لحظات التجلي دي فأنشدت فلاقيت الحضور المتفاعلين معايا وبيطلبوا مني كمان أنشيد مختلفة فبدأت أن أنا بقى يعني أنا لأ أنا كده لازم نحفظ أنشيد لإن لما رحت اتعرفت هناك وبدأ أن الناس يعرفوني يقولوا ما يشوفوني إحنا يزينك تنشيد طبعا مش نكرر نفس الأنشود أو الابتهال فنحفظ أنشيد جديدة وابتهالات جديدة آه طبعا أنشدت حاجات كتيرة ويعني حفظت حاجات كتيرة طبعا من أحب الشخصيات اللي بحب اسمعها جدا الشيخ محمد الكحلاوي فالحمد لله يا ربنا أكرمني وعملت حاجات كتيرة وعملت حاجات خاصة بي كمان يعني حاجات كلمات خاصة بي إن شاء الله زينا ما خفتيش أنك بنت في الأول يعني تخودي تجربة دي لما حتى قلت لأهلك أو كده قالوا لك إيه لا خالص أنا يعني أهلي محبين برضو جدا سيدنا الرسول اللي وسيل أهل البيت فهم فرحوا جدا جدا بي وأنا ما خفتش لإني إنشاد الديني ما هو إلا رسالة إحنا بنؤدي رسالة وهي إن إحنا عايزين يسمع صوتنا لعالم كله إن ماتح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ده شيء جميل جدا نحن عايزين نعرف العالم كله مين هو حضرة سيدنا النبي على شكل صوت جميل وعلى شكل يعني ماتح في حضرته إن إحنا بنوصف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هنبدأ بيا منها صبحتك بنوري النبي فضل كلمة تفسي سيد فهينو صلينا عنا بالهادي الأمين صدنا النبي جد الحسن جد الحسين من نور جمال النبي إن شاء الأمر نوصين ألف ناروح يا نبي من نور جمالك فين ألف ناروح يا نبي من نور جمالك فين صبحتك بنوري النبي مسيتك بقالة البيت ماذا تشوف هواك مطلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنوري النبي مسيتك بقالة البيت ماذا تشوف هواك مطلبي وعند الحبيب صليت والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان دي النظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان يا سر للوجود يا طاها أنا جاية وحياتي متاها أتعلق بنوري النبي وتعطر بقالة البيت صبحتك بنوري النبي مسيتك بقالة البيت ماذا تشوف هواك مطلبي وعند الحبيب صليت أه 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 كف كفت دامعي الحنين عند المقام كفت الله وسأني نور النبي شربت ما استكفيت الله لفرش ورود الحب وزرعها في الروضة ده العشق فيك يا نبي يا حبيب صلوات ومفروضة ده العشق فيك يا نبي يا حبيب يا 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 طبيبي يا رسول الله يا 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 حبيبي يا 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 رسول الله الشوصة بالبي الله فجيت والحنات وانا يعني ايه زنبي غير حب آل البيت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت مزيتش في هوك مطلبي وعند الحبيب صلي أفضل الصلاة والسلام الله عليكي الله على صوتك وعلى أدائك وعلى التقى الإيجابية اللي أنت يعني بتدهلنا على الصبح بجد شوف الابتسامة كمان شوفها هي بتقول ويعني إنشاد وبيطانم بتعمل كل حاجة يعني فكب بتجري كمان عشان عشان شيخ محمد رجي حلاي بتسمعي أحسي روحي فيه يعني دايما أنا بحب أسمع الحاجة اللي بيتميل إليها روحي يعني أنا لازم قبل ما أقولي الحاجة لازم أن أحسها عشان أقدر أوصلها للأدائب عشان يوصلك لمرحلة التجلي صح كده؟ صح كده؟ طب إحنا نوصلها دلوقتي إن شاء الله هل في فرق بين الإبتهالات والإنشادة اللي ممكن تقولها البنت عن الولد؟ طبعاً يعني طبعاً الولد صوته له وضع خاص خالص وطبقته يعني خاصة جداً إحنا كبنات صوتنا رقيق بيمشي معنا أشياء معينة الإبتهالات كمان خاصة أكتر بالرجال لأن الإبتهالات بيكون عبارة عن ارتجالات هو بيبدأ أن هو يعني يمسك بيت معين ويبدأ بقى أن هو يرتجل فيه وياخد قراره وجوابه براحته جداً ولذلك يعني طبعاً الشيخ النقشة بنتي والنصر الدين طبعاً على رأسنا نايس كبار وعظماء جداً ولكن بيصعب علينا إحنا كبنات إن إحنا نجيب طبقيتهم ده أول حاجة تاني حاجة حتى لو جبنا طبقيتهم بيحتاج يكون ورانا بطالة بيحتاج يكون معانا مساعدين ومع السعبين كبان بيصعب على بعض الولاد حتى أنهم يجي يعني الموضوع صعب ولأن مش كل الأولاد أصواتهم قوية ويقدروا يتحملوا ده ولكن الإنشاد الديني بيكون أنت مقيدة بلحن معين اللحنة ده أنت بتمشي عليه أي أن كان بقى مقام أي وي بقى مقام الصباح وبتحاولي المقام نهواندب خلاص أنت بتمشي على إيه بالضبط طيب أنا عندك بيج على الفيسبوك ليس كده؟ أكيد أنت قلت تفاعل من الناس عامل عليها إزاي؟ بيطلبوا منك إيه؟ بيقولونك إيه؟ لا هم بيطلبوا يعني سبحان الله أنا لقيت مصر كلها محباً على بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ناس كتير جداً كانت بتطلب مني حاجات على بيت سيدنا النبي والسيدنا الرسول الله ومنهم كان بيسألني من هي السيدة زينة؟ فبدأت أن أعمل حاجة جميلة قوي على قناة اليوتيوب بتاعتي أنا أزهرية فبدأت أن أعمل يعني زي برنامج على القناة بتاعتي التعريف بسيرة آلة بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأت أني أعمل حلقات منتصلة عن سيرة السيدة زينة وعن سيرة سيدنا الحسين عشان أعرف الناس أني مين هما آلة البيت؟ مين هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتير مننا جداً جداً موجودين وما يعرفوش يستيرها النبوية حقاً يعني طبعاً معظورين طبعاً كلنا جهلة في أمور كتير طبعاً مقصرين ببدا أنت أنا أكمل رسالتي أن أنا أعرف الأمة الإسلامية من هم آلة بيت رسول الله من هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أي صلى الله عليه وسلم ده من خلال حلقات أنت بتعمليها؟ أو على قناة ولا من خلال أنا شيد يمكن كمان يعني أنا ببدأ البرنامج بتاعي أول ما ببدأ وببدأ بأنشودة يعني مثلاً هتكلم عن السيدة زينة أبدأ بأنشودة عن حضر السيدة زينة وبعد كده ببدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة نتكلم في كذا كذا عمينا على نفسي أسمع أنشودة للسيدة زينة عناي أقول لك أول أنشودة نطق بيها الثانية وأنا بحبها جداً يلا ست يا ست يا ست يا ست يا ست يا الله الله ما أحببتي ومع عشوتي الله الله ماما السيدة زينة كرة أهل البيت الله الله يا ليتني كنت خمامة الله الله واطر ورفرف على المقامة الله الله وأوصل الرودة بسلامة والرودة دي بيدك أنت الله الله ست يا ست يا ست يا ست الله الله ما أحببتي ومع عشوتي الله الله ماما السيدة زينة كرة أهل البيت الله الله شل يا ست يا طهر الله الله أشب يا أبما مزارة الله الله شل يا ست يا طهر الله الله أشب يا أبما مزارة الله الله يا روس تسيدنا النبي ست يا 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 الله 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 محبوبتي ومعشوقتي الله الله ماما السيدة زينام كرة أهل البيت الله الله ايه الجمال ده؟ في حد عندكم في البيت نفس خامت الصوت دي؟ لا انت لوحدك كده؟ الحمد لله الحمد لله طيب ربا من الله الحمد لله دراست المعامات فرقت عندك؟ كتير كتير جد يعني أنا درست مرتين أنا درست في البداية مع المدرس السوري وسمحمد يسلم الراشلي ثلاث سنوات بعد كده حبيت أن أنا يعني أسقل الموهبة أكتر عرفت أني في مدرسة إنشار الديني بالموضوع أكبر وطبعا في حالة كتيرة طبعا يعني قامة طبعا وقيمة فبدأت أن أنا أنامي نفسي أكتر لما روحت هناك فعلا أنا صوتي وسع أكتر عرفت أخذ النفس إمتى أقولك بقى بتسمع أحسن؟ أه طبعا بقنا نسمع أكتر كمان عرفت أني صوتي كمان التدريب بتاع النفس عرفنا إزاي نعمله عشان أقدر وصوتي يكون مفتوح أكتر أعرف إيه الأكل اللي ممكن أكله إيه المشربات اللي ممكن أشربها وإيه اللي أنا أتجنبها فاستفدت كثير جدا طبعا يعني التعلم دايما بيكون له حاجة جميلة ما أنت ممكن تقول لنا إيه المأكلات اللي ممكن يأكلها المنشد؟ هو بعيد عن قبل الإنشاد طبعا طبعا يعني إحنا مثلا قصد أن ده قبل الإنشاد مباشرة ده مش فحياته مش لأفتال بتاعتين يفضل أن أنا أخذ معلقة عسل أبيض أكل موز لأن الموز بيعمل باور كويس جدا طبعا قبلها أكون وكلة كويس شرب لبن ياريت أنا محببوش ينسون بقى الحاجات لا ينسون بقى بيرخي الأحبال الاستوطنة فبنس ده بعيده سبحان الله يفضل أن نشرب قرفة جلتبيل لا يعني بفضل بلا شيء عشان مغلية يتأثر على الصور مين قدوتك يا أمنة؟ الشيخ محمد الكحلاوي نسمع له حاجة طبعا عليك سلام الله يلا يا رسول الله عليك سلام الله يا رسول الله عليك سلام الله يا رسول الله عليك سلام الله يا نور عرش الله الله يا عظيم الجاه يا خير خلق الله عليك سلام الله يا نور عرش الله الله يا عظيم الجاه يا خير خلق الله الله بعثك إله علام أنزل عليك قرآن بعثك إله علام أنزل عليك قرآن يا بدر هل وبان يا بشر خير وسلام قدت رسالة الله صلى عليك الله عليك سلام الله يا رسول الله وأنا جسمي عليل ودواه النبي يا نبي وقلبي يميل لزيارة النبي يا نبي أنا جسمي عليل ودواه النبي يا نبي وقلبي لزيارة النابي يا نبي بحب النبي وأحباب النبي بحب النبي وأحباب النبي رمي حمولي على الله رمي حمولي على الله عليك سلام الله يا رسول الله عليك سلام الله يا رسول الله يعني أفضل الصلاة والسلام يعني أنت مع كل مرة مع كل أنشودة وبتالي أنت صوتك بتحسن أكتر بالنسبة يعني بنسمع صوت أحلى وأحلى كمان فأمنا إحنا مبسوطين قوي بيكي مبسوطين أن إحنا بنتشرف بشبة صغيرة خد الطريق في الحقيقة يمكن ما بنشوفش فيه بنات كثيرة بتعمله لكن أنت صممتي وأنك تبقي مختلفة فدي حاجة إحنا مبسوطين بيكي جدا مبسوطين أنت قلت معنا في صباح الخير يا مصر أمنة الزينبية المنشدة الدينية كلي شكرا لأبودة كمانة صباح الخير شكرا لك شكرا لكم